حكاية الليلة كيف وصلتني وسمعتها قلت غادي ندوزها سبحان الله فهمت منها باللي انا هو كينين بعض الناس اذا دخلوا شيء عائلة اللي يحفظ كي يشتتوها حتى ما كيبقى لها لا راس ولا ساس اللي غادي تسمعوا اللي غادي نشارك معاكم فهذا القصة اليوم كي يقهر وكل مرة انتم كتسمعوا الاحداث نتاع الحكاية غادي تولي وكتسألو واشهد الناس او لهذا المسلمين بالاسم ما سيخافوش من الخاتمة دي لهم وكيفاش غادي تتقوم لهم قمة الخبط والقذارة والجهل واحتقلت المسؤولية ماشمشوفين وبقوا معاكم حكاية الليلة باش تستفدوا منها سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كاتل لانكم تكونوا بخير والاخير وموركماني وحوالكم طيبة المؤنسة دي لكم عادت اليكم من جديد هاد لأيام راني كاسولة لاناني مصافرة ولكن ما غادش نخليكم خير ما تطلش لكم اكثر ولكن قبل ما تنسوش انكم تقطعوا لزر الاعجاب باش تدعموني تشجعوني ونقول لكم بسم الله يلا لنا بدأ انا رانيا في حلقة اليوم جيت نعود لكم القصة نتاع ماما اللي كاتبكي الحجر ما كيهمش كون انا ما كيهمش تفاصيل تاع حياتي ديال اليوم ولكن اللي تيهم هو شنو الداز في الماضي ديالنا ماما فاطنة كانت عند مها غير هي وخوها اللي كان كبر منها جدي كان مزوج بجدة وكان عنده واحد صاحبه اللي كانت جات عنده واحد بنت عمه اللي كانت متلقة مزوج ديال وليدات كان عنده بنت ووليات جات عندك وولد عمي اللي هو صاحب جدي نار جدي عجباته ديك سيدة ودخل معها في علاقة من بعد تزوج بها وجابها درع لجدة وكانت هاد المراج جديدة كان كيبوس لها رجل لها ويقول جدة شو في لها لك ديما كانت اعقارنها بها جدة بالفقصة مسكينة مرضاتش وماتت بالغدايد ديال رجلها اللي تزوج عليها والمعاملة اللي كان يدير لها وخلات من مراها وليدات اللي كانوا صغار وقصة ما تحبستش هنا لان والقصة هنا في انكات البداية ديالها خلت ماما اللي كانت راضيعة وخلت خالي اللي كانت عدو انا ذاك تلت سنين غادي كبرو ما بين خالهم وخالتهم تصوروا معي بكثرة الفقصة انتا عاو تاني جدا متت فاختهم ما غادي حل قريصهم بالغدايد ديال انه وبنتهم ماتت بالفقصة وخلت ولداتها صغار مامو خالي كبرو ما بين خالهم وما بين خالتهم كيف كنت لكم واللي كانوا تعيطوا لهم خويا واختي واخا كان باهم زوج وبداروا فكانوا كيمشوا عندهم مرة مرة لانا وما كانش عندهم لحق تماما واذا مشوا باعتوا في دار جداتهم لغدليه كيلقوا خالهم اللي تيقولوا ليه خويا مخليلهم حقهم من الحام من الغداء والعشاء المهم كبروا معاهم في الخير ماما كبرت شوية وغادي تزوج بيها ابا اللي كان فيت ليه مزوج ومطلق بنت المهم ان هو تزوج بيها خلها مع والدي في واحد المدينة صغيرة وكانت يخدم في مدينة كبيرة فماما بقيت مع احمدها ومع الشيخة وكانوا مع احد الواسطة اللي كانوا صغار اخوة الواليد المهم كانت تشقع لهم وكانت ديرها بحلة المساعدة عنه في الدار كانت يلي كانت شطب يلي كانت جفاف يلي كانت طيب العواد ما نعودش لكم على التمارة وهي كانت ما زال بقى صغيرة فهذيك الوقت تحملت بخويا وبقيت في الدار انتا حمدها حتى لدرجة انه وجهها الامنم وتتحملاته وبقيت ويا كانت شطب وصدار حتى ولدات اخويا وصدارها توجعت في الصمس لان وجده مطبئ كانت صعيبة معها بزاف المهم هي من ان ولدات الولد الوليد قرر باش انه يديها معها البلصة اللي فين هو كان خدام كان كان ريبيت مع الجيران وبدأت معهم السفر ما كان عند دواله فملي اخويا كم العام ونص اضطر باش انه يديه واختنف دار واليديه ويدير لي ديك الحفلان تحت طهارة فش بغي طهار اخويا قال لما ما غادي مشي نجيب بنتي من مرتي اللولة باش انها تحضر للطهارة ديال اخوها والطريقة ديالو اللي كانت انا ذاك مزوجة براجل واحد اخر وغير بالفاتحة جابهم وفي الاخير ولت قلصة ورجحها على ماما ودهم كاملهم سكنهم معا في مدينة واحد اخر في بيت مع الجيران سمحوا لي ولكن طور قمة القادرة انه جمعهم بيت واحد لكم ان تبدعوا في الخيال ديركم شنو يقدر يكونتي يوقع ذاك مول العمارة اللي كانوا ساكنين فيها كانت كل ها بيوت قرر فاش انه خوات ليه واحد الدار اللي كانوا فيها زوج ديال البيوت غدي يكره لهم بوحدة ما اللي كان رمزي باش هكا كل واحدة يعطيها بيت بوحدة نقرب بكم واحد شوية من الام ديالي اللي كانت انسانة درويشة بزاف ومتسامحة وما تنقولش بحلاكة حيث اش ممتي ولكن خلال شنو غدي نشاركهم غدي تسنتجو شخصيتها كيفاش ديرا الام ديالي كانت نقصة من رأسها وكادقول هاد شي اللي مكتب علي الله ما عندي ما ندير فمرة تبافش كتجي عندها شخصها تينو تصداع والمشاكيل وهو كي بدك يضرب في ماما هاديك المرأة اللي ولا غدي بقا كي تزوج بها ويطلقها حتى حرمت عليه ولا واحد الوقت كرجح اخر بالفتحة الام ديالي غدي تعيش لمعاناة مع الاب ديالي ولو انه الاب ديالها كان من الاعيان ديال ديك المديرة ولكن ما كانش كتقدر أنا تمشيل عنده حيث شمرتو كانت حاكمة وكانوا عندها ولاد واحد اخرين والأولوية لولادها اللولين الدرجة انه اذا كانش مناسبة في درجة دي قاع اخوالاتي كي يدي ولداتهم إلا ماما ما كانش عندها الحق دست واحد المدة والوليد ديالي غدي جيه لانتقال واحد المدينة اللي كانت صغيرة غدي تحول لها وغدي نضي شري واحد البقعة وبدك يبني فيها طويرة اللي هي علاقة للحال هاد الوقت فاش مشاول هاد المدينة ماما را كانت عندها البنت الخامسة يعني ولدات ولد وبنت ومبعد زوج ولاد وبنت من اللي ببا شراء ديك البقعة بدك يدور ورع عليها الحياة وضع عليها القصدير من الفوق وقال ليها أنا فاطمة ما غديش مبقى كاري حيثش فلوس الكرة وهم باش خدي مبنيوا الدار فعلا مشاهدت وسكنت معاف ديك الدار اللي كان فيها غير القصدير بلا فراش بلا والو غير معدين باللي قسم الله كانت يجي بالفاياج نتاع البريك وكانوا اللي يخليكم خوتي وهم اللي كانوا يطلعوا داك شي للدار ببا ما كاش كي يجي بالمعلم لاتاشي حاجة كان كي يجيب ولادو وهم اللي هزولي داك شي كامل أخوتي هم اللي كانوا كيتكلفوا كنا عايشين على عتبة الفقر ورغم أنه ما كناش فقراء كانت يجيب ربعة ديالحم وبما أنني ما تديتش أنا ذاك كانوا بيهم خمسة ديالولاد أمي وببا وعاد كان معاهم عمي اللي هو ثمانية كان خاصوا يجيب ربعة ديالحم اللي خاصها الله يخليكم طيب منها موي يعني كان كي يجيب لهم شوية ديالحم غير تشموه ماشي حتى كي يضخوه وكان خاصها تخليليه منه باش أنه يتعشى بيه كان الحم مره مره واغلبية ديالوقت كانت الماكلة ديالهم هي الكرشة لدرجة أنه ماما كانت مركبة هاد خسير خمسة وفاش كي مشوا عندك الزار كانت بده تقول ليها ماما عنيش ما كتشوش الحم كتشو غير جلود أنا وردك كانو تشو غير تقليه كانت هيم هاليا فيه هو وهو اللي كانت هيكل الحم واخوتي الاخرين كانت تقدير ليهم بتطم سلوقة صغيرة وفي عالم الحوال كامون وتيكلها وهو هم فرحانين بها الفطور كان الخوز وقتين والنهار اللي كانت تهله فيهم كانت تقدير ليهم ستروة ديالحليب اللي كانت تقدير فيه إطرو ديالماء وعاد القهواء وابنه والدار ومي ضربت مع ابا تكارفيس وكانت تقول ليها ديمة مادم أنا كيضحيتي معي يا فطنة انديك الطبقة اللولة فاش غاد نكملها طبقة صفليا غاد نكرهها وغاد نخلي ليك الكرة ديالها باش أنا كي تصرفي فيه هذا هو الوعد اللي اعطاها واللي كان كيذكرها به كل مرة ولكن غيره هو كمل الدار لأم ديالي ولو عندها تمنيات ديال الولاد ربما غادي تقول لي كيفاش عندها المشاكية وعندها ديالشي كامل وبقات كتولد فبحكم أنا كانت تيمة والفكرة في البيئة ديالها فاش كبرات وبعمرها كانت تقول بلي أنا والداتي وهم اللي غادي يكونوا من كرشي وهم عائلتي واصلا ما كانش ديالتك التقافة انتع موانع الحامل فكنت مسكينة شدة لها غير رضعة كانت تخريبا كل عامين كتولد ولد وبنت المهم فهذا الوقت فاش أولو عندها تمنيات ديال الوليدات بابا غادي تحول وغادي يقول لي راجل واحد اخر انا جيت للحياتة انا تبدل وجاتوا واحد صحرة واحد ججرة اللي ما بقاتش المرة مع مرة ليه العين وما بقاش كيشوف فيها بحكم جريبتي الصغيرة وعلى اللي شهدت انهو عمرو مع النقنة ولا سولنا شنو خسكم ولا حتى شنو بغيتو في الوقت فاش باكمل الدار وكنا بينا تمنيات واغلبيتنا مراهقين وبنات مراهقات غادي يخدم سياسة ديال جوع وديال شوها يعني تمنيات ديال دراري قطع ليهم المصروف يعني بابسط الحويش لدرجة انهو ماما كانت كتتهز لقاميلة وكانت مشي عند جيران كتتدق عليهم وكانت طلب دقيق باش انها تعجل لولادها والله العظيم اذا كاملنا بينا كنا حفاتا عرات وش حال من واحد فينا وهو تيقرأ مقطع عليش شكارة دياله كانت يدير غير الميكة باش انهو مايفزقوش اللي هيكتوباته واحد اختيه كانت اعطاتها صاحبتها صندالة ديال الطالون باش تمشي بيها المدرسة لانهو مالقاتش باش تمشي واحد مرة كانت كتت لعب الرياضة بديك الصندالة وياد قولي السادة واش عندك ببكة بنتي ايه عندي السادة واشفتك لابسة الصندالة وديال الكبار لا رمسليش باش انهو يشري انهو السادة مع بززاف ديال التفاصيل المهم كانت عنده هو واحد خطولي هي عمتي وليكنت متلقى وولادها وكان عطيها واحد تبقى ساكنة فيها ناظو ديك عمتي ولادها سرقوا لنا الفلوس من الدار وناظو تهد عمتي انها تفات ماما وقالت لعنتي اللي سرقتي الفلوس ورسقتهم في ماما من بعد ما بابا استعمل اسلوب جويع والقمع معه ماما ومعانا ناظو قلعنا بغيت نتزوج طحية لسك مع الحاد وبما انهو خدام في ادارة امنية فما يمكنش انهو يتزوج حتى سمع الموافقة ستعاونون جدا واخته وابنته اللولة ومشوك يخطبوا لي هاد السيدة اللي كان بباها فقاه وعندها 16 سنة وصغر من الخامس فولاده تخيلوا معي اللي يتزوج بها وبمانا هو ما يمكنش يدر بها الحقد حيثش ما عندوش موافقة فغتي تزوج بها بالفتحة تحتاجه مصائبة على ابا دار ليها العرس بالدفوع ويجيو الناس عند مامو يقولوا ليها راه راشلك فلان غادي تزوج وراه الليلة الفلانية دير فيها العرس وهو الذي كمرته بالفتحة الهدية ومعها كانت تشتاو الغيس طحف واحد ضايا ديال الغيس من بعد عرفنا بلي انا وابنته اللولة هي اللي ادهزاتو وهي اللي شرت له المماء عن الامره الاخرى اللي تزوج بها على ماما هاد ختي الله يخليكم كانت دي معنا في الدار وكانت ماما كتعملها بحالنا بحالها هاد ختي غادي يزوجها بابا وغادي يدير لها العرس وتخيلوا معايا غادي يدير لها بابا العرس نهار في الخالي كان العرس دياله باش يحرم على ماما انها ما تحضرش العرس وبهذا ماما قومت لها العرس للضريرة ديالها هي بنت بابا قومت لها مل والاخر حتى طبخها كانت هي ماما واختها وشوفوا هي باش جازت ماما تزوجوا وخلاها ماما بثمانية ديال الولاد بابا كان كان يتقضى وكيسفت التقضية مع أخوتي لعندها الدار لديك مرته الاخرى واحد نار واحد من أخويا تدليها التقضية ويد قوليها واش خلطك فلان باش اجبتي هاد شي شو ما فلوس غادي يحطني فلانة انا راني والدو اه اسمحلي ايض حاب لي واش النقال ياه تصوروا معي باش ماما ما اعطتوش موافقة غادي يتبع اسلوب الشعودة وهو اللي كان يجيب سحور ويحطوه في الباب باش ماما تسنيليه مرته كانت من عائلة فقيرة وكانت يتقدى الوليدها ويعطي الفلوس بحيث حناء اولا لي اللي كنا عايشين في الفقه المضقيه وكان جوعنا ماما مسكينا من انتقارات قرارات باش انا توافق وتسنيليه نضوا حجالنا منهم استاذ وموتاكس ومعلم وقالوا لي خلي السيدة مع اولادها وصير انت الله يسهل عليك معامرتك اللي مهم اعطاها المصروف ديالها وواجبات ديالها ودير اللي بغتي فباقا ديج بدليها الفدرهم باش انه تقدى بها الضروريات وتحييت الجوع ما اللي هي جدا فاش عرفات بللي انا وابعطي المالفلوس جاسم حتى السمنية ديال الصباح كتدق علينا في الباب كتعير في ماما وفخوتي يرفعين يتاركين والتي كتعرفي الفلوس والتي كتشديهم وكانت بنت لها واحد الضايا والبركات ديالغيس بدتك تتمر بد فيها مشتلي عند بابا وقالتلي رامرتك انتفاتني ودات فيها ديالحالة واحد النهار دارتلي نمي الدواز ديالغرعه وغادي يجي بابا غادي وكل عصال ماما كيف راكم عارفين واحد النهار دارتلي نمي الدواز ديالغرعه الحمراء لانه السوق تكون اسبوعي تكون مرة في السيمانة يعني لالحملة بتاطا لاوالو الخبز طلبناه خير من عند جيران غير احنا حطينا التبصيل تخل ببا هرسوا علينا الباب ولاحت تبصيل ديالغرعه مشترجم شد ماما وبدك يغوت وتيقول واع عباد الله واع عباد الله ويشوفو انا راني عطاها الفلوس ويكتو كل ولاد خير القرعه علما انو ممسوق للينا ولا ليها تيلوح لينا حواجرهم مشترجم وداللينا واحد مولاتيشوها محطناش ديالطهر دفعني انا ويها من الدروج وخرجني معها ومشي لعندوح الناس من العائلة من بعد خدا قرار باش انه يجيب مرتو يسكنها معنا بزز منا دار الدار فيها زوج ديالطبقات تبقى كان كاريها ودبقى فيها انا واختي ثمنية واللي فيها صالة وزوج ديالبيوت ما تتضموش ولكن غدي يجيبها وغدي نعاسها في فراش ماما ونضح ديالك الكوزينة ودارها بيت نعاس واحد اخر ودار بوتاجين في المراح في الدخل ديالطبق المهم كانوا عند نازوج ديالبيوت واحد يشوف الاخر وكان فارقهم غير الشرجم كان اللي فاق في خوتي ودار وشاف الشرجم اللي ما فيه لخام يلاوله كانوا يشوفو ببا مع مرت ببا مجبدين وكان رمضان ولا كم انت تخيلوا تفاصيل اللي كانت كتوقع بلحشما بلحيا جاب مرتو سكنها معانا ودار كلها مراهقين تشوفو الحب والغرام او بالاحرى البوردي الاعز الله وقدراكم لبسها كان غير محترم واختي راها قدها كانت كتجيب شيفون كانت مسح بيت طبلو وصدرها كان كله تيبان ختي كين وضم بلصهم وفيهم اللي ما تلاش بغى يقلس معانا المهم حملات وولدات ودات تمودو حدا اخرى وولدات حتى ولو عندها اربعة فشية كتحمل كانت كتجي عندها ما على اساس انا تقابلها حتى كتصدق ماما هي اللي كتقابلها لا هي ولمها ولا ناسهم الرابعة في اخوتي كان قراي ولكن منين الظروف ما كانش مساعداش والتي يبيعوا كيش ريه في في السويه لا في الخميرة كل مرة وفاش حتى اجمع شوية ديال فلوس ومشى الخارج الواحد دولة اوروبية ولكن النظم تايبا وبدكا تصفت في اخوتي تخيلوا سيخرج اخوتي كلهم صغار واحد عنده 14 لسنة والاخر عنده 13 لسنة صفتهم على برع على اساس انه بغى يخوى يتعرضوا الاغتصاب شو هيعيشو شو غادي يشوفو من هنا القدام حاول ببا بشتة الطرق باش انا ويخوى علي ديك الدار فعلا اخوتي بخمسة مشاول برا واحنا كل واحدة فينا وشنو دارت في حياتها انا بقيت كنقرة فمرت ببا بقات معها غير ممي واحد النهار مرتبا ضربتها لها بنتفا وحقرت عليها وحيدت لها قاعد الشعر واستهد شي ما كان يكسيها ببا ما كان يسبطها ولا حتي داويها سمحات في حقوق ديالة الشرعية وخلت لها والتي كانت تحامل معهم على اساس انها هي مهم لبا ولا مرتبا اخوتي ولو مشاول برا بكثرة الروع بلي كان فيهم ما كانوا يقدروا ان يعاونوا ماما واحد المرة ماما داك اخويا اللي وليف مشاول اوروبا غدي سفت لها تتعليف درهم يعني اتطلب ماما بشنو خصام نتمر سبا وقالتها ربا وقلع لامي قاعد الفلوس وخاصم على اخويا باش انا وميبقاش يسفت لامي وكيف ما قلت لكم باللي انا وماما وباها كان من الاعيان ديال واحد المدينة صغيرة فما تخلى لها حقها واحد القدر من المال نضبا قال لها بغا تحقي منو ديال بباك في الورد اين المنطق؟ ولكن غادي تعطيه ليه على اساس انها تهدن عليها صداع وتنقص عليها المشاكين حيثش ما تلاتش قدع لهم كانت يقول الخوتي ما تعطيوهاش راهي عندها الفلوس كانت يقول الخوتي الدكورة اللي منهم القاسحين لانهم هاجروا وهم صغر واندمجوا مع ذيك البلاد ومنهم زوج اللي كانوا حنا في ماما كانت يقول الماما عليهم واحد لجملة ديمة بالليل وبالنهار بيت الياخر البيض الخامش بحيث انه المرأة الاخرى مالي فيها لا هي ولا ولدها ودوك ولدها لما كان مخارج منهم حتى شي خير معها المهم ماما مسكينا بقوة صدمة اللي تعرضت لها فاشمشو ليها ولادها صغار بقات بوحدة جسع بحل شكل ديال الضيقة وبدأت كتكحب بالليل وبالنهار لدرجة انه العروق اللي كانوا في الجبهة ديالها وفي العنقة ديالها ديقوله صافي غادي ترتقوا كتتزير وكان الطبيب منع لها الريحة ديال القر ولا ريحة الريحة ولا ريحة الريحة ولا ريحة البخور ولا اي ان كان الناس نعسى وماما مسكينا كثبت في صدرها بحل التعريجة واقسم بالله شحال من المرة تنكونوا قاسين وكان ابا كيكمي واحد قرر وخان نزع زكوم الله وكي يجي حتى الوجهة المهمة ديالي ويسط عليها الدخان وكتبخها كتكحب بالدرجة بزاف ديال المرات كانت كتدير من تحت منها كانوا ناسيبات ونعسين وماما مسكينا كثبت فيقة الدرجة انه اذا همدت عليها شوية ديال القحة كتتغمض حتى كتتضح من فقم صداري بقوة العياء الله يخليكم امامتي ما بقعاش عندها بيت النعاس عندها غير صداري في بيت عكس مرتبة اللي معانا في نص الدار وعندها بيتها خصوصي ماما ما خلت مادات ما خلت الطبيب مشات عنده ما خلت عشوب اللي قليها شي حاجة كتديرا درجة انه وعانت من ديك الكحبة لمدة 20 سنة صفه وشتا وحيتي هي بدت كتتستهلك الدواء بزاف فاضد فيها ابا ما بقاش يخلص لالا ميتويل باش ما يرجع لها شي حاجة خسرت ملايين على صحتها في حين ان مراته الاخرى تيكسيها وماما غير كتشوف غير هادي كتقول اي راسي كتتمشي لعن الطبيب وكيتشل لها الدواء ديال الدنيا والدين وكتسافر وكتخرج وكتتكسى وماما غير كتشوف ودهسة الايام وخويا الكبير اللي مشال ديك الدولة الاوروبية بغي يدير ماما باش انها تشوف شي طبيب تمت تعالج داللي اعتحاق عائلي باش انها تتبعوه ولكن انا ذاك كان قانون اذا المرأة مازال مزوجة برجلها خاصة ضروري الموافقة ديالو باش انه يمشي معها فعلا خويا دفع ليهم ومشى معها ولكن بابا خلص على راسه طيارة وماما خلصت على راسها وكل واحد كان مكلف بروحه فاش كان يخرج هو اماما التماء كانت يشري المرته الحوايج وولاده كانت يتقدع لهم وماما مسكينا فاش كانت تقول لي هادي تيقول لي هلا سري عند ابنات كله والادك يشري وليك فاش كان عندو طموبيل اي بلاسة بغي يمشي لها خاصه ياخذ من عندها الفلوس باش انه يدير المازوض البابنين كان كيرجع من اوروبا المغرب ما كان غير الهادايا المرته وولادها اما اخواتي لي كانوا مزوجين ما كانش يعطيهم اخوتي لي كانوا في الغربة ما كانوش خدامين في شي بوستي كانوا وعر كانوا غير علاقة للحال وكل واحد دير شي صنعه خدام فيها كيترزق بابا الله المهم بارك تافو حللا طيبا مره مره كانوا كيصفتو لي شي حاجه في حين انهو ما كانش مقنعو ذاك شي وهم ما كانوش مضطرين انهو ميصفتو لي لانهو عندو تقاعد ديالو عندو زوج ديال المشاريع ديالو في الغاراج التحت ولكن وخا كانو كيصفتو لي كان ديما تيععير ماما باللي انهو بيتاليا غير البيت الخامش شحل عانت ماما معاه كانت تقول هاي داري انا ضربت عليها تمارا كان بامكانها انهاو تخرج بشتة الطرق ولكن كانت ماما مسكينا عاندة وكانت تقول داري اللي تكرفيست عليها من مشيش نخليها لبراني انا هاي داري والله ما نخرج منها الا اذا ما هزوني ربعة فوق المحمل للروضة ديما كانت تقول هاي الكلام كانت تقول لينا راني محمرة لي يجب عليكم الدار والرقناة ونهار غادي نموت ما غاديش يبقى عندكم فين انا كم جيو من بعدها الشي كامل غادي جي الطامة الكوبرى غادي نكتشفو باللي انا وماما فيها اللي وصل للتشمع الكبيد وكانت كتجيها واحد سخانة اللي كتقدر انها تدخلها في غيبوبة وهد الوقت جاتنا خبار اخوها شقيقها مات ذاك اخوها اللي عاش معها كل شيء الزينة هومشينا اللعزة كل شي تيبكو تيغوت وحكم علاقتها اللي كانت عندها بخوها فما بكاتش وكانت دخلت في غيبوبة وهي فيقة المدة قصيرة غادي يتفيق وغادي يتدع لها الحال في العزن تاع خالي رجعناها في حالها في نفس النهار هزينا في الاسعافات وغادي ندوها المدينة كبيرة المستعجلات وبما انه با ما كيش يخلص لناميت ويال فاخوها جوه مصاريف لي كانوا كثيرا ملايين ديال السنوات ديال الدوايات با ما كيش يخلصها ضد فيها كيفما قلت لكم المهم ما يمتع عاش الحقراء والقمع وقطعت الماكلة لمدة عام ونص ضد فيه بشكل وكانت تقدر رأسها ذاك الشي اللي كان خفيف كانت تتاكله وهو في رمضان قدام عينيها كانت تحت في الطبلة مالدة وطاب والحصائر في حين هي ما كانش لاقيها ما تلبس ولا حتى تتاكل أخواتي تزوجه ومشوا بلا عرس وداروا وليدات ومكان لا يمشي عندهم لا يعرض عليهم لا يكبر بهم ولا حتى يسلم عليهم من بعد ذا الرحلة كلها وصلت أمامتي لمرحلة الأخيرة من المرض ودها أخوية تاني لعند طبيبه وقلسها عند نسابه مدة ثلاثة أيام ويعود يجيبها جابها مجبدة قلسة في حدركنة وغير حلف أمامتي قلسة في البلاصة الفلانية ما حشمتيش ومراعيتيش قلسة عند عباد الله عند نسابك أنا درسه عنده قلت له هو أبا واش هي اللي مشاتي قلت صيغة رخوية اللي تكلف وزيدون راه نسابها هادوك وكبروا بيها وحن نوليها ونبسوها خرج فيها عيني وقال لي يا قال لا لا انتي اللي كتتغطري بعدها أرى البرحي ذات ليكوش ديال هوبقاتها كاك وانتو مهانين وإحنا كان باتوا معها في العذاب وإحنا ماما مسكينا كانت والله العظيم إنقام اللسان والخبيث وليكوش مادرناه مش ليها إلا واحد شهرين حيجاش كانت كتتنوض بالليل وكان خافوا أن أنا تطحوا التهرس ذاك الشي باش تضررنا أنا ندير ولا ليك وليت نبات أنا وأختي كان ديروا النوبة واخها كنت مزوجة وبداري ومامتي مسكينا كان فمها تقيل عليها وكانت كتغطر بصعوبة قالت لبا شرية ليا غير شي سروال وغير شي ببيجاما حطي الضيف خاضه والتحن عليها وقال ليها انتي بغى ببيجاما ولا سروال واش انتي بقال ليك خاخطو على القبر وبغيتي هاد الشي كله هي مسكينا فمها مرخي وبصعوبة كتغطر ومحلول قلت ليها وانت ما خديش موت ما خديش لقبر قال لي لا 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 سي انا ما زال مشطون انا ما زال عندي ميت دار في الدنيا ومامتي دخلت لينا في غيبوبة واحدة اخرى ديناها السبيطار دخلوها الانعاش من بعد خرجوها وقالوا لينا غير تضيوها لداركم ارى ما بقى عندها ما نديروا ليها هنايا جبناها للدار وجبنا ليها ممرض لي دار ليها السيروم وبقى ثلتي ايام في غيبوبة وكانت على فراش الموت كتخرج واحدة تنهي داني ما عرفتها شسب ديالها هي غير كتتنفس ما كتتحرك ما كتسمع ما كتدير حتى شرات دار فعل ولكن كانت كلنا الساعة كتطلع واحدة تنهي دا اللي ما كناش عارفين ديالاش ذاك النهار كانت سبت هزيت القرآن وبدت كان قراء لموينة سوراة الملك وانا شدد لها بيديها وانا حسيت باللي انا هدوك اخر لحظات ديالها حيتشفت شديتها حركات صباحة وشفت فيها حتى حلات عينيها كان عند بالي باللي انا غاديت فيق من الغيبوبة ولكن دادت واحد شاقة اللي ما حسيتش براسي حتى هوت ماتت ماما وما تسمعها الحياة وماتت معا كل شي زوين هي ماتت ورتحت ومشات البلصة اللي انا متأكدب اللي انا غاديتكون فيها حسن ماتت وسلات لها المعاناة ديالها واتهنت من الضلم والحقرة والفرزيات والقمع وزيد وزيد كانت كل مرة كندخل عندها كان عندنا قاو نقول لها مشيتي يا ماما وخليتينا مشيتي يا الحنينة مشيتي يا صبارة وياح لدك ألم ديال الفراغ كيفاش كان مكيت توصفش جو عيالات اخوالي وهم اللي غادي يغسلوها وطلبوه منها قاو ندخل باش انه الميت كيرتاح اذا شفه اذا شفه اذا حس بالقريب معاه وباش انا نحتى انا ما نبقاش كنغوط ندخلتوا غالبا الميت كيقطعوا لي حويجو باش انا ما يغسلوه وانا سنقول لهم لا انا مزوجة فيكم ما تشرقوش الحويج انت عممتي ارى بغيت نشم فيهم غير ريحتها تخيلوا عيالات اخوالي اغسلوا بزاف ديال الموتى قالوا لي اول وحدة كنشوفوها الحمدية لها والاعضاء جولا كيتحركوا بسهولة ومرخيين كأنه ما يمي كأنها ميتاش اغسلوها ودفنوها اخويا اللي غادي يقوم ليعزها بكل شي شويا لعزتي ولي ماكلها واشراب وضحكوها وناشط وتعاويد واسحب لكم القصة صلاة هنا لا ما زال قبلت قصة واحد اخرى من نوع اخر فاشمس ماما المرحومة ودفنوها بحل دكش اللي كان من ديور البع لمي تدفن معاه وهو واحد غادي يتحلو لي العينين ولا تهضر معنا وتقلس معنا وتعطينا وقت تعيط لنا وتدير لنا العرايد ولا كيمشي عند خواتاتي لديورهم وزيد وزيد ولا كيمشو اللي عنده كينوض ويقلس معنا ويسولنا على ولادنا ويدير لنا اتيب سبحان الله هزتي ببا وحطتي ببا وحطتي ببا ودخل اللي تمنينا في يمات المي من اللي هو اولا بحلاكك مرتو ما عجبهاش الحال واللي نعدوات وحنا هم الدم ديال سنرها وقدر شتى الطرق باش انها تخسر العلاقة ما بين اتنا وما بين ببا ودقول بللي انه اولادها ارهو له محقورين اهنا غادي تفكر في واحد القلب او لا واحد الخدعة جديدة باش انها تشتتها تشمل هي غادي تولي كتطحية وبنتها وكتغوت وكتنطق بللي انا وفلانة وفلانة دعمة انا واختي داري لها السحر وكنجيبوه ليها وحنا علش اصلا غادي نسحروا ليها سحرنا ليها حتى من كانت الام ديالنا حية وكتغدب بقى غير ذابة ولو كيخرجوا بالليل وكيغوتوا وكينتفوه فريوسهم ويسرقوا حويجهم ويقولوا الباب باللي راه بناتك بغوا يخرجوا علينا وبغوا يجهلونا مرتب بولادا مخل لو ما دارو واحد عمدي كانت تكديوهم عند لفقه وشوافات وكان يقولوا ليهم دكشيلي فيكم اراها بناتكم دافنين اللي يقوم في الدروش وهم ليسحرين لكم حنا بيثما ما كنا شدينو في ديك الدار اللي كنا مخلين فيه لحويجيالنا إذا جينا كنباتو فيه وكنقفلوه مش هو واحد النهار غادي يهرسوا ذاك الباب باش انهم يقلبوه على اساس ذاك البيت هو لي فيه السحور بدبك يا غوت انا هاتشي بزاف عليا انا غادي نحمق وش هادشي واقع في داري بغيت تحمقوا لي يا مرتي وبنتي وداروا واحد الفيتنا ما بيناتنا لدرجة انه تكهربات الامور وشدينو رجلينا وما بقيناش كان مشيوه حتى ولينا متهمين بالسحر ولكن احنا خسرنا اليوم كاملهم حاجة واحدة هي حسبونا الله ونعم الوكيل الباب اليوم عنده خمسة وثمانين سنة ودافع الفيزة على اساس انه باخي يجي لهنا الاوروبا عندنا قال لي نابلي انه بغي يجي باش انا ويضمن لها المرتو الحقوق ديلا حاجاش خاف لاشي نهار يموت اخوتي يخرجوها من الدار وصلت به الجرء او حد النار انه دولية وقال لي بغيت نجي ندير عملية عندك في عيني معانا جيت الاوروبا قتليه وخا بما انه عندي الجنسية ديالها الد ويقول لي ايه صافي عشانه صوبي لي ولا اني اراني مازال عندي لك واحد الطلب شوكي نابا انا دبك كيف تعرفيها ابنتي راني رجل كبير من قطر نجيب بوحدي وخاصت اتجي معي المرافق لي وقابل انه تطلب فيها وابا اذا جيت انت ارى انا واختي اطلب فيك اما هي را ما عنديش الحق انا نجيب لان ما كتجيني اشي حاجة انا ما عجبوش الحال وقال لي غدي تصوبي لي انا وانا غدي تطلب لي مرافق لي ما تقش بي وفعلها مشت سوبلت الناس لي وما مهتمين و وقال لي انه ما عنديش الحق انا نجيب ولكن يمشي عند الناس ويقول لي هم بللي انا ودي السيدة رضحت معي وابلي ضروري يخصني ان نقضي هون ديال اوروبا باش نضمن ليها مستقبلها الى ما اخرى وانا بغي نمشي باش انا ينطلب حقوقي من عند ولادي شو من حقوقه ديالاش الله اعلم اللي يلقى كيش دفنة الهضرة عنده وحتحد فيناه محفاه ولاحت عاتبه وحتحد ما قال لي تشي حاجة ولو انه خرجنا كلنا بعقاد نفسية وجروح اللي الكبير فينا عنده كده وستين عام اليوم وكل واحد فينا وجروح ديال وبطراجات وهو عمرو ما حس بينا ولا دار حساب حسابنا عمرو كبر بينا عمرو مسول فينا وقالينا شو نخصكم ورغم انه وبا ميسور بينه وبين راسهم انا من هاد الحكاية من غير انا كم تسافدوا من العبرة اللي فيها انا مزوجة دعوهم لي معا ممي فاطنة بالاسم ديالها بالرحمة لانا متأكدب لي انا مرحومة وفي بلاصة لي اي مرتاحة فيها حيزش في المحلمت بيها كنشوفها فرحانة ونشطة يا اما كنستعدو انا نستقبلوها من الحج او لا كنوجدوها باش انا هتمشي لي شيخ خمسة ولستة ديال مرات تعودت نفس الحلمة واحد المرات كنشوفها بلي انا وتزوجت بوحدة الراجل اللي كان صغير وزوين وكانتها يا ما شاء الله في قمة الصحة ديالها والجمال ديالها انا عارفة بلي انا والام ديالي رتاحت اليوم من الحرمان ومن القمع ومن الحقرة ورب ينصرها ولو انها صبرات احدى الشي صبرات بزافة الدنيا انا اليوم ما عارفش ما غادي ندير معابة ما عارفش وش نجيبه ولا غ اما العبرة من حكايتي هي هكا التالي المهم سنطلب منك وسنطلب من المشاهدين انهم يطرحوا عليها انا متأكدة بانه غادي تكون مرحومة على الصبر ديالها وعلى الكفاح ديالها وعلى المعاناة للعاناة لانه كيف ما عرفتي انه هي كبرات يتيمة وكبرات وليداتها وبقات بقات معهم حتى الاخر اللي حدث حياتها متأكدة انه غادي تكون مرحومة الرسالة ديالي اللي تنوجه من خلال هذه القصة تنوجه خصوصا للآباء والأزواج لهم اتقوا الله اتقوا الله في عيالاتكم اتقوا فيهم وجه الله لانه نمر ايفو تتعذبوها وتتعذبو توليداتها معها اه خصوصا انه من احنا يعني احنا من الكريفة الصغيرة كلنا خرجنا بجروح وكلنا خرجنا بعقد نفسية لانه ينفو تنجبو هاد الموضوع اذا يعني اي واحد يجبو هاد الموضوع اذا كله عنده عنده داكر وعنده حويج لي عنده حويج يعني اللي يمرس خليه في الداكر يعني حويج لي ما قدرش ينساه وما عمره من منساهم اه تقول لهم يعني الآباء تقربوا من وليداتكم عندوا وليداتكم حضنوهم لانه الوليدات فش يستقلوا الحالان من اه من الاب خصوصا من الاب تيبدو تيمشو تيدو قلبوا عليها افتيسة وانفو تتعذبو المرأة تتعذبو توليداتها معها ان انتقمتهم من المرأة تنتقمو تم تم الوليدات ورسالة انه سيتنوجه حتى الولاد تتخلو في والديكم احنا ولو احنا ديشي كان الكوش اللي كان دار تنسوا ولو فيه تنعيطوا علي يعني عزيز علينا وما تنبروش ليشي حاجة اللي خيبوا لك يا راب الان دي مرأة تأثرنا بهذا الحويج عدو اه تنقلو ليدات الله وفوالديكم عوضوا خصوصا للأم ليشتمكم تمحنات ولا عنات ولا حاولوا انكم تعوضوها حاولوا انكم تقربوا منها لانه تجيو حد الوقت الانسان تيتفقع على الام ديانو اللي احتدع على الاب ديانو بصفة عامة وتيندم على بزاف ديال الحويج حاولوا تتقربوا من الامهات دي وقوموا وضبهم وعطوهم كليم مزوينا وخرجوهم وعنقوهم ووصوهم لانو فاش ينفر واحد تتموت له الام ديالو للاب ديالو راه تيفتاقت ذاك ذاك الحضن نحن دبا مثلا الله يرس نتمنى ويعني يكون كذا تبقى حياة أنا رس نتمنى كون كا تبقى حياة العنقا ونشم ريحتها ونبوشها ونشتيع ليها وش حلية الحويج شكرا لك أختي أميمة بزاف شكرا 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 وهذه هي كانت حكاية رانيا رانيا عودت بزاف ديال التفاصيل وحاولت انا نختصرهم باش نعطيكم غير باختصار مفيد ونحطيكم في الصورة ديال الحكاية ديالو القصة من الاشتراس صبرات وضحات ودلات وكل شيء ولكن عند ربي انا متأكد بلي انا عيشها مرتاحة طب ما الكبرى هي انه هاد الاب وصل الثمانينات في العمر ديالو ربي ما زال ما ارفعش عليه ذاك الحجاب وما زال ما اعطاش الادن انه يفيق من اللي قلبا اللي هو فيها الله اعلم وجدك شي بخاطره لا ما بخاطرهش ولكن انسان ضروري يخصو انه يحسن نفسه انا ناصحتي والله اعلم انه خلي ما بينكم ما بين باك التساع اخدري معا سولي فيه كيف ما الولدين كيسخطو طال الولاد يقدروك يسخطو وحاولي انه لانتي ولا اخوتك ما تجرؤوش انكم تجيبوا ذاك السيدة عندكم وإلا غادي تنوت حرار عليكم عيشتكم عوثاني من اول وجديد تفادوها تفادوها تفادو باكم خليوا المحبة ما بينتكم عن بوع تسولوا فيه بيتسوفطو لي ديرولي اللي بغيتكم ديرولي اللي بغيتو ولكن اياكم اناكم تجيبو ذاك السيدة لانه ما عفلنا شو ما غادي يقدر يوقع فهذه كان تقصنا اليوم ما تنسوش انكم تخليوا الاراء ديولكم لرانيا بغا تعرف شو ما غادي تقدر دير ضمتوا في رعاية الله واحدة نتلقوا فيما قريب وسلام سلام